هذه القطة تهورت وخطرت بحياتها من شدة جوعها لتدفل قدمها داخل فم التمساح وتسرق قطعة اللحم منه في مشهد مدهش يجسد روح تعاون الجماعي للنمل الأسود وهم يقومون بنقل قطعة من البسكاويت الكبيرة نظرا لحجمهم بمجرد أن رأى هذا الضفدع فاريسته انقض عليها بقفزة عالية وتمكن من استيادها بكل مهارة ودقة يحدد هذا الطائر مكان فاريسته ثم يطير قليلا ليهجم بسرعة ثائقة نحو البحيرة وينقض على السمكة الصغيرة بكل دقة واحترافية يخرج هذا الحيوان الصغير من وسط القرن المبسور لهذا الماعز الجبلي فسبحان الخالق العظيم في مشهد مثير لفيل يرتفع على قدمين وهو رافع لخرطومه نحو أغصان الشجرة ليستطيع كسر غصن ممتلئ بأوراق الشجر حتى يأكله بمجرد أن رأت هذه السحلية الماء ينصب استقامت لتغسل يديها يبدو أنها مهوسة بالنظافة يخاطر هذا الرجل النحال بتسلق هذا الجرف الجبلي الخطير لكسب رزقه باستخراج العسل من أمام الآلاف من النحل الجبلي هذا الماعز كسر قوانين الفيزياء بتسلقه ووقوفه على هذا الجدار الأملس لا تتسرع بالحكم على هذا الطائر فهو لا يمتلك أربع أقدام لكن في الحقيقة هو يخفي صغيره هذا القرد الحنون ساعد هذه الغزلام بإنزال غصن الشجرة الممتلئ بالأوراق حتى يتمكن من الأكل بالمناسبة هذه الزرافة لا تحاول أذية السلحفات بل تقوم بمساعدتها عن طريق دفعها نزل هذا الرجل من السيارة ووضعت هذه القطة الفضولية قدمها فغلق الرجل باب السيارة على قدم القطة دون أن ينتبه حتى صرخت المسكينة بصوت عال حتى انتبه لها هذين الجرذين لا يتشاجران بل يعيشان لحظات عاطفية يتسلق ثعبان الأناكوندا هذا الأشجار محاولا الوصول لخلية النحل ولسوء حظه انكسر الغصن بسبب وزنه الضخم أما عن هذا المشهد فقد صدمني وأدهشني كثيرا هل يمكنك أن تستوعب أن ثعبان المنبى السوداء شديد الخطورة والسمية يهرب وهو خائف من مواجهة هذه الحرباء حقا إنه شيء عجيد على ما يبدو أن هذا الماعز أحبى الركوب على ظهر السلحفات هذا الطائر من أعجب المخلوقات التي يمكن أن تشاهدها يتميز بألوانه الجذابة الملفتة للانتباه وما يجعله غريبا وعجيبا حقا هو امتلاكه لقرون على رأسه فسبحان الخالق العظيم في مشهد مدهش ومضحك للغاية لقرد إنسان الغابة وهو يفتح فمه لاستقبال مكعبات الثلج شهد هذا المخلوق من قبل العديد من سكان الساحل في ضوء النهار يبدو هذا النوع من جيل المشت كأنه قنديل بحر الاستثمائي وهما مرتبطان في الواقع ولكن إذا تتبعته إلى أعماق المحيط المظلم فهو مدهش للغاية يبدأ هذا المخلوق الشفاف على الفور في التوهج بشكل مدهر للغاية بفضل أمشاطه غير العادية لكن هذه ليست السمة الوحيدة لجيل المشت لقد أشار العلماء إلى أنه أحد أقدم المخلوقات في العالم وله بنية دماغية معقدة بالنسبة لكونه حيوانا لا فقاريا لذلك إذا رأيت مثل هذا المخلوق على الشاطئ تعامل معه بعناية لا أعرف كيف علق هذا المهر بين جفعي الشجرة لكنه محظوظ لأن أحدهم كان متواجدا لمساعدته كل ما تطلبه الأمر هو دفعة قوية من الخلف وإلى هنا متابعين الكرام تنتهي حلقة اليوم فلا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والإعجاب بالفيديو ومتابعة الصفحة حتى يصلكم كل جديد هدفنا أن نساهم في إثراء شبكة الإنترنت بمعرفة تعليمية متكاملة ونتمنى أن تكون صفحتنا هي الوسيلة الأسهل في استقصاء المعلومات والحقائق المدهشة عن عالم الحيوانات ترجمة نانسي قنقر